اتخذ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحالكومي قرارا جديدا بخصوص عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق والذي كان تقدم بشك وضد النادي بسبب تأخير الحصول على مستحقاته المالية وقال يحالكومي رئيس النادي الإسماعيلي في تصرحاته تصرف عبد الرحمن مجدي مؤسف للغاية خاصة اننا قمنا بتعديل عقده مؤخرا ليصبح من بين الفئة الاولى ضمن لاعب الدرويش المميزين واضاف الكومي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قرر عرض عبد الرحمن مجدي للبيع بناء على رغبته وذلك بعدما اكد اللاعب ترقيه عروضا للاحتراف خارج مصر وأكد رئيس الإسماعيلي أن اللاعب تعمد شكوى النادي في هذا التوقيت للضغط على مجلس الإدارة للموافقة على رحيله عن النادي والاحتراف في الخارج وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قام بتمديد عقد عبد الرحمن مجدي لمدة خمسة مواسم مقبلة مع رفع قيمة عقده باعتباره لاعبا دوليا وأحد الركائز الأزاسية لفريق الإسماعيلي ترجمة نانسي قنقر